المواقع المحلية هنا تنقلت تصريحات لمسؤولين عسكريين اوكراريين قالوا فيها ان احد العاملين السابقين كهربائي كان يعمل في مصنع زوفستال تعاون مع القوات الروسية التي تحاصر ذلك المصنع ودلهم على الطرق السرية السراديب التي يتحصن فيها المقاتلون والمدنيين والمدنيون ايضا حسين وبالتالي كان هناك اشتباكات داخل المصنع بنفسه هذه الاشتباكات بالمناسبة بدأت مساء الامس ولكن التصريح او الحديث عن وجود عميل او متعامل مع القوات الروسية اليوم تنقلته مواقع اعلامية نقلا عن مصادر عسكرية كبيرة رفيعة المستوى هنا في اوكرانيا بمعنى ان هناك الان هجوم مباشر هجوم اشتباكات مباشرة بين المقاتلين الاوكرانيين المتحصنين داخل المصنع والقوات الروسية ولكن تبقى انه لم يتمكن القوات الروسية من دخول كافة السراديب هي فقط عند الابواب او الانفاق الرئيسية الاولى البوابات لهذه الخنادق التي يتحصن فيها المقاتلون وهي تحت الارض تحت ارض المصنع يا حسين طيب الا محتجزون في مجمع ازوفستال هل هم مدنيون بالكامل ام ان هناك عسكريين بينهم سلام عسكريون ومدنيون حسين هناك نحو 200 مدني بين المتحصنين في مصنع ازوفستال هناك 20 طفلا بحسب التصريحات الرسمية عمدة ماريو بور قال ان هناك 20 طفلا 200 مدني بالمجمل يتواجدون في مصنع ازوفستال علما انه ايضا يوجد عسكريون ويوجد مقاتلون من عدة وحدات من الحرس الحدود من كتيبة ازوف وايضا من الشرطة الاوكرانية الحديث يتم عن ان هناك حوالي 400 الى 500 مقاتل مصاب بعضهم اصابتهم خطيرة اوصالهم او اطرافهم مقطعة ولكن يوجد ايضا مقاتلون هؤلاء هم الذين يتصدون حتى الان لهذه الهجمات للهجمات الروسية وهم ايضا من يتواصلون مع القوات الاوكرانية مع وزارة الدفاع مع وحدات التواصل الموجودة في الوزارة هناك تحديث يوم امس بان الاتصالات مع هؤلاء كانت مقطوعة ولكن هناك تصريحات اليوم هي التي تحدثت او هي التي قالت ابلغت الجانب الرسمي الاوكراني بان هناك اختراقات وبالتالي تم كشف وجود تعامل او وجود شخص هو من ابلغ او دل القوات الروسية على الخنادق والانفاق تحت المصنع طيب سلم تزامنا مع عمليات الاحتجاز التي لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظات روسيا تتحدث عن توفير ممرات انسانية لعمليات الاجلاء هل اوكرانيا تقر بالفعل بوجود هذه الممرات الامنة؟ تأقرت ما كان موجود من وصلوا من شاهدناهم بالباصات او بالحافلات الخاصة التي اشرفت عليها الامم المتحدة هناك حديث عن ثلاث حافلات وصلت الى زابروجيا بمائة واربعة وخمسين او بائة وستة وخمسين مواطن اوكراني كانوا متحصنين داخل المصنع هناك ثلاثمائة واربعين من مدينة ماريوبول بشكل عام ولكن هناك حديث عن احد عشر حافلة لم تصل حتى الان الى زابروجيا المدينة التي كان من المفترض ان تصل اليها كما الحافلات الثلاثة السابقة ولكن اليوم بما ان هناك اشتباكات فان كافة اعمال الاغاثة او الاخراج الاجلاء من داخل المصنع او حتى من مدينة ماريوبول متوقفة بسبب اعمال القتال الموجودة خاصة واننا نتحدث حسين عن قتال داخل المصنع بمعنى ان هناك منوشات او معارك تجري بين الطرفين تمنع عمليات الاجلاء نعلم ان الفرق الانسانية فرق الاجلاء التابعة لأم المتحدة في حال وجود مناطق اشتباكات فانها تبتعد بطبيعة الحال وايضا عملية خروج المدنيين او سواء من المصنع او من المدينة بذاتها قد تعرقلت نتيجة هذه المعارك حتى الان لا توجد تصريحات رسمية او حتى تصريحات من الامم المتحدة من الفرق العاملة في مجال الاجلاء والتي تشرف على التنسيق بين الطرفين الاوكراني والروسي لا توجد اي تصريحات تقول بان عمليات الاجلاء مستمرة الان ما نسمعه الحديث كامل كله يدور حسين عن اشتباكات عن معارك تدور داخل المصنع الان بدنا نتحدث عن محاولات اختراق للدفاعات اختراق للقوات الاوكرانية التي ترابط او التي تتحصن في ذلك المصنع نحو اربعمائة او ربما مئات المقاتلين يتواجدون هنا أبعمائة اختراق للقوات Grossiping